شط العربي تحولت مياهه إلى سم قاتل بعد امتزاج الملوحة العالية والملوثات الجرثومية والكيميائية فيه يقول خبراء إن استخدام مياه الشط بأي طريقة كانت باتت تشكل خطرا على حياة المواطنين والتنوع الأحيائي والتربة نسبة التراكيز الملحية في شط العرب تتراوح ما بين 4700 ميلي جرام باللتر إلى 5700 هناك مخاطر في استخدامها من قبل المواطنين لأنه بمجرد أنه الغسيل بهذه المياه أو الاستحمام أو الاستخدامه في الطبق قد ينقل هذه المواد السموية بشكل مباشر إلى الإنسان قلة الواردات المائية القادمة من نهري دجلة والفرات ودخول مياه الخليج إلى مجراه وامتزاجها مع ملوثات القنوات الداخلية والمجاري ومياه الصرف الصحي عملت على تكوين خليط كيميائي سام لا يصلح للاستخدام البشري وتحذر منظمات إنسانية من خطورة أزمة مرتقبة تنتظر البصرة بداية أوجه نذاء عبر قناة الحرة إذا لم تتخذ الحكومتين المركزية والمحلية إجراءات حقيقية وصادقة وجادة إزاء الأزمة الحالية اليوم نسبة الملوحة وصلت إلى الخمسة آلاف وفي مناطق السيبة وشط والفاو بدرجات أعلى وبالتالي بدأت الأزمة الحقيقية وتتعرض مياه الأنهر المتصلة بشط العرب كنهر العشار والخندق لأنواع مختلفة من الملوثات لكن الملوث الأخطر هو وجود وانتشار عنصري الكاديميوم والرصاص الأمر الذي يفسر نفوق عدد كبير من الأسماك هذا الحادث يتكرر سنويا للأسف والأسباب معروفة بسبب قلة الأطلاقات وبسبب زيادة نسب التلوث في المياه وارتفاع درجات الحرارة كل هذه الظروف تأدي إلى قلة نسب الأكسجين في المياه وبالتالي الأسماك حساسة لهذا الموضوع فتتعرض للنفوق وشهدت البصرة عام 2018 احتجاجات شعبية للمطالبة بتوفير المياه الصالحة للشرب اندلعت في إثرها مواجهات مع قوى الأمن وأحرق المحتجون العديد من مقرات الأحزاب والمؤسسات الحكومية أزمة الملوحة وتلوث مياه شط العرب بدأت تتجدد كل صيف منذ عام 2003 وبنسب متفاوتة إلا أنها بلغت العام الحالي حدودا مخيفة بحسب وصف المختصين في ظل غياب الحلول الاستراتيجية رغم الوفرة المالية لموازنات الأعوام الماضية نجاح العابد الحراء البصرة وللمزيد حول مشكلة ارتفاع نسب الملوحة في مياه البصرة وآثارها معنا من هناك مباشرة مدير البيئة في محافظة البصرة كريم عبد الرخيص سيد كريم مساء الخير شكرا جزيلا لوجودك معنا في نشرتنا هذه الليلة كيف توضح لنا أسباب ارتفاع الملوحة إلى هذا المستوى الخطير وما هي تأثيراته البيئية نسبة الملوحة الزيادة في شط العرب هي كانت متوقعة منذ بداية الصيف لأن المشكلة ما زالت مستمرة منذ 2003 قلة الأطلاقات المائية فقدان العراق لـ 70% من استحقاقه المائي من دول الجوار وما زالت البصرة تعاني هي الأولى من محافظات العراق تعاني أزمة الملوحة نتيجة امتداد اللسان الملحي إلى محافظة البصرة نتيجة قلة الأطلاقات المائية طيب هل هناك من خطة؟ مما يسبب في زيادة نعم تفضل آسف نعم مما يسبب امتداد اللسان الملحي إلى المناطق الزراعية والمناطق المأهولة بالسكان نحن الآن في بداية الأزمة لم نصل إلى ذروة الأزمة في بداية الأزمة ومن خلالكم نطلق مداء استغاثة إلى الحكومة الاتحادية لكي تكون لها رأي في علاقاتها مع دول الجوار والمطالبة بحقوقنا في المياه لكي الآن لدينا 40 مليون لكن بعد عشر سنوات لدينا 50 مليون نسمة ولا توجد هناك ملف لإدارة المياه بصورة صحيحة في العراق نعم طيب هل أن الأزمة تتعلق فقط بالإطلاقات إطلاقات المياه أم أن هناك فوضى في خطط مواجهة هذا الشكل من التحدي البيئي أستاذ محمد أنا لا أخذ في سر نحن ليس لدينا شحة في المياه لدينا شحة في نوعية المياه الصالحة للشرب لدينا مياه وأكثر من الدول الخليج الدول الخليج تتعامل مع مياه البحر دول الشام تتعامل مع مياه الآبار لكن في العراق لدينا أزمة في ملف إدارة المياه الصالحة سواء للزراعة أو للشرب لدينا نهران صح إطلاقاتهم قليلة لكن ملف الإدارة من خلال التجاوزات الكثيرة والملوثات الكثيرة نحن في وزارة البيئة كجهة رقابية نحن أول من يؤشر التلوث ومن يقيم الحلول لكن لا نرى أي حلول في الوفق نعم طيب باختصار ما هي أبرز الأضرار التي سببها هذا الارتفاع الجديد للملوحة ولو بإجاز الآن الملوحة يعني ما داخل المدن المدينة المأهولة أكثر إنما في بداية السيبة وابو الخصيب سوف تتأثر المزروعات والحيوانات في البداية وبعدها تتجه إلى محطات الإسالة ومحطات الإسالة كلها من النوع الذي تتعامل مع مياه نهار وليس لها منظومة تتعامل مع مياه البحار المالحة فالخطر ليس الآن ولكن في الأسابيع القادمة إذا لم تجد هناك حلول نعم إذن من البصر مباشرة مدير البيئة في المحافظة كريم عبد الرخيس شكرا جزيلا لك